موسيقى ينشدنا الفرح والسلام كيف لا وقد أصبح الوطن حلما واللجوء واقعا هنا بعد غياب يلتقي مجددا المعلمون والمتعلمون في هذه المساحة الضيقة حيث التوقع إلى المعرفة لا تحده عقبات تبدأ بالتكلفة ولا تنتهي بالمنهج كنا نحن بسوريا عن اللغة الفرنسية أو الإنجليزية يعني ما كتير عنده الطلاب فمعتمدين المنهج اللبناني المعرب مبسوطة هون؟ ايه كنت بتفضل تتعلم ببلدك ولا هون؟ نفس الشيء لا شك في أن المراحل المتقدمة تشوبها صعوبات أكبر وتبرز اللغات الأجنبية في طليعتها لا سيما بعد انقطاع سنتين عن الدراسة أكثر ظاهرة منتشرة أنه هي ضعف اللغة الإنجليزية عم نلاقي صعوبات بدراسة هذه المادة كتير بشكل مكسف ربما يستطيعون تخطي إشكالات المواد ولكن هل يملكون القدرة على تجاوز الأزمات النفسية التي يخلفها اقتلاعهم القصري من بيئتهم؟ نفسيا تعبعين كتير الطلاب طالعين من جو يعني واختلفت عليهم الحياة فمشان هيك نحن عم نعاني وهن عم يعانوا رغم كلها الظروف اللي صارت فينا بدنا نتعلم أجيال المستقبل يجدون الأمانة حتى في نسخة بديلة في مبادرة تزرع بارقة أمل في كومة مآس متلاحقة المعاناة بدأت لما المدارس الرسمية طردت الطلاب السوريين نحن مدرستنا مستوى بالحد الآن 404 طلاب مع العلم في عنا على لوائح الانتظار ما يزيد عن هذا العدد للأسف مع الحد الآن بقدراتنا البسيطة ما فيه أي دعم ينتهي يوم يغادرون على أمل بالغد براءة لا يكسرها الخوف مما ينتظرهم خارجا يطلبون العلم ولو في زمن اللجوء قساوة الظروف لم تردعهم عن تصميمهم على ما يطمحون إليه بأقل الإمكانات يحاولون إنجاز ما يقدرون عليه لا يكترثون للتشرد والفقر والعوز وبات البؤس يخجلوا من عيونهم الشاخصة نحو الأعلى ومن ضحكاتهم غير العابئة بما يصيبهم منه وليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة تعنايل البقعة اشتركوا في القناة